تقول أنا عصبية وأكثر من الصراخ على بناتي والكبرى عمرها تسع سنوات أصبحت مثلي يبدو هذا السؤال كأنه يشبه السؤال الذي سألناه قبل قليل عن البنت التي عمرها تسع سنوات ولكن نكمله إن كان يشبهه أو فيه شيء زيادة فلا بأس عمرها تسع سنوات أصبحت مثلي سريعة الغضب هل بالإمكان التغيير نحو الهدوء وتمالك النفس وكيفها تتوقف عن الصراخ هي لا أول شيء هي مشكلتها رقم واحد أن تعتقد أنها عصبية آه و أنا في حياتي لم أرى إلا شخص عصبي واحد و رأيته في مستشفى الطب النفسي في إيطاليا و لم أرى عربيا واحدا عصبيا الله فهي تعتقد أنها عصبي لكنها ليست عصبية لما تقول أنا إنسان عصبي تعني أنت تحمل صفة مستمرة مع الزمن لما تقول أنت عربي أنت عربي ممتد هل أمس كنت عربي و الآن جالس معي عربي و بعد عشر دقائق ستكون عربي أنت تحمل صفة مستمرة فهذه المرأة ليست عصبية و لكنها امرأة تتصرف بعصبية في مواقف ستفزت فيها أول شيء لازم تخلصين هذا الاعتقاد أنت لست عصبية لأنك إذا اعتقدت أنك عصبية عندما تستفزين ستتصرف بناء على ماذا ليس على المعلومات التي تعرفينها من العصبية حتى تكتشف هي نفسها أنها ليست عصبية لأنها ليست عصبية دائما من العصبي؟ العصبي يعني العصبي يقولي معصب دائما دائما يعد عصبي نتكلم عصبي ينام عصبي معصب يصرخ يشتم هذا ما شفت أحد مثل هذا إلا واحد مريض نعم عنده اضطراب نفسي متقدم جدا جميل في مستشفى طيب نفسي إذن أولا عليها أن تعتقد أنها ليست عصبية أنها ليست عصبية هي أحيانا تعصب نعم هذا اثنين هذا واحد اثنين هي ليست عصبية وإنما هي لديها توتر هذا التوتر عندما يشحى الإنسان به ويصل لدرجة غير قابل غير قابل لزيادة ينفجر فإما أن ينفجر عصبية سلوكا عصبيا وغضبا وعنفا ضد الآخرين وإما أن ينفجر داخليا ينفجر داخليا عن طريق الصداع عن طريق صارع الأسنان أكل أضافر انقباض ضربة سريعة في القلب قلون عصبي قرحة معيدة شد عضالي إلى غير ذلك هكذا وقد ينفجر طفل بغلون عصبيا نعم طفل يأتي أمعاء لنسميه غتيان مغاص ما غاص لذلك الطفل حتى وإذا عنده توتر أسوأ شيء أسمعه في هذا المجال لما الطفل يأتي غتيان وإمه تقول لي أنت تدلل ويأخذوا عند بعض الأطباء اللي ما عندهم يعني تعرف كل المهن فيها المتمك فيها المدن يسبت هذا يقول له أنت عم تتدلل يقول ما في شيء نعم الطفل ما في شيء عضوي لكن في شيء نفسي فيه تسمى عراض نفس جسدية يعني بين القوصين سمحوا لي لو استعمل هذا المصطلح الغير بس مشهور أمراض سايكوسوماتيك نفس جسدية ودك تأخذ من محمل الجد من النصائل أقول لأبو الأموات دائما كل ما يصدر عن ابنك يأخذ مأخذ جد محمل جد قال لك عندي ألم عنده ألم لا تروح تفحصه ما عنده ألم تقول ما عندك ألم تتكذب أو تدلل لا عنده ألم مثل قول العصبي السؤال قول العصبي شنو قول العصبي هو عصبي سببه توتر وقلق ما عنده شيء عضوي القولون سليم إنسان صدع شنو سبب الصدع أغلبه توتر لو نفحص الجسم ما في شيء وبتالي تأخذ محمل الجد هذا الإبن هذا التوتر إذا زاد ينفجر أما إذا زاد 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 لا نفجر أو ما بقى يستطيع يطلع بالصدع هذا اللي تسمى الجلطات الله إذا هناك قاعدة نعوذ بالله قاعدة في الطب تقول عندما يعجز العقل عن التعامل مع الضغوطات اللي هو التوتر والضغوطات والقلق يتحدث الجسد ليخفف الضغط على العقل مخ حتى ما تصاب جلطاته كذا يتحدث الجسد مغس قرون عصبي قرحة معيدة صداع آلام هنا آلام هنا كتمت صدر ضربت القلب سريعة شد عضالي يخفف الضغط ما هو العلاج؟ مارس هوايات ليس العلاج أنك لا تصرخين أنت لو ما صرختي نخاف عليك صرخي أفضل أنا الآن أكلم الأم أنا ضد الصراخ نعم نحن نعلم مع الأم يا أختي لو ما صرختي مخك نفجر ما أقولك لا تصرخين صرخي ضربي ما ضربي الأبناء كسري إذا هذا هو الحل هذا الحل أنا لا أقبله ولكن هذا شيء بداخلك يا جلطي تصرخين الحل هو الصراخ أسهل أسهل يخفف عليك أنت نفس الشيء الأبناء ابن بداخله توتر يضرب يضرب ممتاز لكن لازم نخلي هذا الولد يمارس شيء يطلع القلق والتوتر اللي بداخله يلون يرسم يلعب لعب حركي يجيب لي جهاز ملاكمة وأنت مارسي هوايات مارسي المشي رياضة حركات جلسات مريحة قرأي شيء تابعي شيء مسلّف تلفزيون اسمعي شيء مسلّي اضحاكي هكذا اجلسي هذه طلع التوتر خارج أبنائك كل له حل نعم كل له حل جزاكم الله خير يا دكتور شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة